حسنا بترعيب بجد. سلام عليكم. معكم مصطفى من قناة مستر بومتاك. ان شاء الله هاته النهاردة وبغض النظر عن المكان انتم شايفينه ده يعني حاجة جديدة. قلت اجرب. ان شاء الله هاته النهاردة هتكلم فيها عن ناس كتير قوي بتقابل مشكلة كبيرة جدا اللي هي طبعا مشكلة تحويل اموال من البيبل او لما يهي مسلا حد يكلمك كده شركة مسلا او حد اي حد مسلا يهي يكلمك يقول لك انا هتفعلك عن تراليل او اي موقع بيتفع عن تراليل تتقول لا بيبل لا بيبل محزور عندنا في مصر بيبل محزور في الوطن العربي تقريبا بيبل بينزل كذا فيزا كده تفعها البيبل وبعد كده اختفي معظم الفيز اللي بتقدر تفعها البيبل حاليا كلها اختفت مش طالع يعني سايب القوضة تحتشان تبنيجي هنا يعني فانت مية في المية هتحتاج الطريقة اللي انا اقول لك على النهار دي وهي الوسيط يعني ايه الوسيط يعني شخص بياخد منك فلوسك على البيبل وبيحولها لك ليه الوسيط الدفع اللي انت عايزها فيه بقى فودافون كاش فيه اي وسيط الدفع فيه بيتكوين ممكن يحولك عن طريق اكتر من وسيط الدفع اتكلمنا عن الوسيط ده قبل كده في حلقة فاتت ولكن يعني هم حتاج الصراحة لقل واحد ولانه مهم جدا فاحنا ممكن هتديك اتنين النهار ده ممكن تتعامل معاهم واحد ده انا شخصيا بتعامل معايا بقالي فترة ومحترم جدا وباخد فلوسي وهاريك ازباتات الموضوع ده يعني جميل جدا وكمان فيه الشخصية التانية او الموقع التاني اللي بتعامل معايا هو موقع خمسات وكنت اتكلمت عنه قبل كده فالطريقة هي كالتالي انت كتخش على الصفحة اللي سيبلك اسفل فيديو صفحة وسطنا الصفحة دي هي بتقدر انها تحولها لك تحولك هاي فلوس انت عايزها تقدر تشتري لك دومانية تقدر تقدر تقدمك اكتر من خدمة وده مش اعلان على فكرة مش اعلان خالص يعني الناس دي زعاديتني كتير قوي 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 في ان انا عامل الموقع في الدومان في تحول الفلوس في البيبال اللي كنت شاف انها مشكلة كبيرة قوي بالنسبالي ان انا باخد فلوس من اعلانات وكده على البيبال فبالتالي عندي مشكلة كبيرة جدا مع البيبال فالناس دي كويسة جدا وصدقين جدا يعني صحك بشكل كبير قوي انك تتعامل مع الناس دي فوقك انت باللايكات الصفحة والكلام ده كله الناس دي تتعامل مع ناس كبيرة قوي ويعني اثباتات كتير قوي ليه في التعامل معاهم تحويل وضافون كيش وشكله مباشر هو اه بيحسب لك الدولار بخمستاشر جنيه بس ده كويس جدا مش مهم المهم ان هو يحاول لك يعني الفلوس البيبل ففلوس البيبل بتبقى فيها مشكلة كبير جدا وحصول عندنا في الوطن العربي في مصر خصوصا يعني فاول خطوة عندنا هو انك تخش على صفحة وسطنا ويتحاول فلوسك تكلمهم على طول وهيرد عليك بسرعة يعني فحد بيشوفني حاسنا متراقب بجد اه كنت بقول ايه فيعني صفحة وسطنا دي من احسن الصفحات ومن احسن الناس ممكن تخليك تاخد فلوسك علي بيبل بكل سهولة وبكل سرعة يعني تمام الحركة التانية او الخطوة او الطريقة التانية او الناس التانية اللي بتعامل معهم هم خمسات اتعاملت معهم كزا مرة ولكنهم مش زي وسطنا بصراحة وسطنا اسهل واسرع واسلس من خمسات خمسات بيطلب بينك اثباتات لناس معينة يقولك الشركة اتعامل معها دي شركة ايه مش عارف ايه بيديك كزا حاجة كده وبينرفزك بصراحة فبلاش يعني خمسات ولكن اتعامل معهم لو انت حبيب لانهم ناس طبعا ناس صدقين جدا ولكن الناس لو انت مش واصق يعني في وسطنا وفي كلامي فاتعامل مع خمسات ولكن وسطنا دول الناس اللي اتعاملت معهم الناس اللي شاريت منهم الدمانات الناس دي اللي انا شغال معهم بصراحة محترمين جدا كل اللي عليك بس انك هتخش على صفحة ايه على الفيسبوك هتكلمهم عن طريق المسنجر عادي جدا وهتبدأ تتواصل معهم وتقولهم انا هبعتلك فلوس بالاميل كزا وانت تبعتهم لي على وسيل الدفع كزا بس موضوع سهلي جدا وبسيط فيعني دي اطبعا احسن للشركات اللي انت عملت معها لحد دلقتي فبس يعني الشرح ده اطبعا مش محتاج ان انا خش يعني لصفحة الفيسبوك وريكز ده هتكلمهم يعني موضوع سهلي جدا مش محتاج شرح على الكمبيوتر او على الموبايل انت ممكن من الموبايل بتاعك انك تقدر انك تتكلم معهم وتقدر انك تتواصل معهم بشكل مباشر يعني عن طريق الفيسبوك عادي جدا نفس الكلام فيه خمسات لو انت حاب تتعامل معهم هتخش على صفحة خمسات هتلاقي اسفل تحت خالص في الصفحة بتاعتهم هتلاقي مكتوب وسطاء مليون او حاجة زي كده هتغط عليها هتلاقي مية وسيط ممكن تتواصل معاه ويحول لك الفلوس اللي انت عايزها بسرعة جدا فده او ده فالتنين كويسين جدا تنمي موصوك بينهم جدا فاتعامل مع اللي رياحك فيهم وبس كده شكرا عشان تشوفت الحلقة دي اتمنى اعطيك انها مفيدة جدا بس كده شكرا عشان تشوفت الفيديو شكرا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام